موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تكونون بخير وياكم السيد حنين جواد معلمة الاجتماعيات للصف السادس الابتدائي مركز تنمية الإبداع الدولي في العراق اليوم ما راح ناخد محافظة الديوانية ابقوا إياه حتى نشوف ونشرح الدرس محافظة الديوانية الموقع الجغرافي لمحافظة الديوانية تقع في القسم الجنوبي الأوسط من السهل الرسوبي تقع محافظة الديوانية في القسم الجنوبي الأوسط من السهل الرسوبي هذا هو الموقع الجغرافي إذا إجاك تعريف عرف محافظة الديوانية تذكر أنه هي أحد محافظات وطننا العراق تقع في الجزء الجنوبي الأوسط من السهل الرسوبي تعرف أي محافظة يجيك بالوزارة تطع إنه المقدمة وهي أحد محافظات وطننا العراق هذه ضروري أنه تكتبها بعدين تطع موقع المحافظة كل محافظة وين موقعها؟ تكتب مثلا محافظة هوك وهي أحد محافظات وطننا العراق تقع في أقصى شمال وطننا العراق وهي أحد محافظات قريم كردستان هذا الهنانة أنه يكون تعريف مضبوط أي محافظة ضرورة تكتب الموقع مالتها إذن المحافظة الديوانية تقع في الجزء الجنوبي الأوسط من منطقة السهل الرسوبي هنا نعدكم منطيكم بالخارطة اللي هي بالكتاب موجودة هذه هو موقع محافظة الديوانية في القسم الجنوبي الأوسط من منطقة السهل الرسوبي أما عندنا الثمامة ناخد التضاريس تعد تضاريس محافظة الديوانية ضمن منطقة تضاريس السهل الرسوبي تضاريس المحافظة هي تضاريس منطقة السهل الرسوبي الذي يتصف بالإنبساط التام شنو أنه هو السهل الرسوبي شنو مميزاته؟ الإنبساط التام ولا ترتفع أراضيه عن 4 أو بين 4 إلى 12 متر أراضي هذه المحافظة ما ترتفع من 4 إلى 12 متر ويشغل السهل الرسوبي مساحة واسعة من أجزاء المحافظة إذن المحافظة المساحة الواسعة من أجزاءها هيكون هو منطقة السهل الرسوبي المنبسط أقول لكم باستثناء الأقسام الجنوبية الغربية من المحافظة أقسام الجنوبية الغربية من المحافظة ما تتميز؟ تتصف بسيادة الكثبان الرملية الجنوبية الغربية من المحافظة ما تكون يسودها؟ يسودها الكثبان الرملية نعيد التضاريس إذن تضاريس محافظة الديوانية هي تضاريس السهل الرسوبي ما يتميز السهل الرسوبي؟ يتميز بالإنبساط التام في معظم أجزاء المحافظة ولا ترتفع أراضيه بين 4 إلى 12 متر فوق مستوى سطح البحر باستثناء الأجزاء أو الأقسام الجنوبية الغربية من المحافظة يسودها طابع الكثبان الرملية هسه وصلنا إلى مناخ المحافظة نحطيكم معلومة لكم أنه نحن التسمية الدارجة دائما نقول المناخ الأصح المناخ المناخ هو ما ينيخ فيه البعير أو يبرك فيه البعير هذا المكان يسموه مناخ الأصح الحالة التقص اللي هو المناخ فبعدين بالدروس الجاية أنه عرفنا أنه حالة التقص تسمى بالمناخ إذن مناخ محافظة الديوانية تقع المحافظة ضمن المناخ الصحراوي الذي يتميز الشي يتميز يتميز بارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف واعتدالها في فصل الشتاء إذن مناخ محافظة الديوانية تقع محافظة الديوانية ضمن المناخ الصحراوي الشي يتميز بارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف واعتداله في موسم الشتاء أما أمطاره فتتسم بالتذبذب وتصل بين 150 إلى 300 ملم هذه هو مناخ المحافظة إذن مناخ محافظة الديوانية هو المناخ الصحراوي اللي قلنا أنه المناخ الصحراوي دائما في الصيف يكون حار أما في الشتاء معتدل درجة الحرارة أمطاره تتسم بالقلة والتذبذب بين 150 إلى 300 ملم الآن لدينا طرق النقل والمواصلات يقول لكم تضم المحافظة شبكة من طرق النقل البرية اللي تربطها بالمحافظات المجاورة إذن المحافظة الديوانية تضم شبكة من طرق النقل البرية اللي تربطها بالمحافظات المجاورة هذه ما مناعتكم هذه الطرق هي للإطلاع وذاكر لكم أنه هي للإطلاع فقط يقول لكم أيضا تضم المحافظة شبكة من سكك الحديد التي تربطها بالعاصمة بغداد إذن عندها شبكة أو خط سكك حديد تربطها بالعاصمة بغداد واللي هو ذاكر لكم الخط هذا ضروري ماما هذا مول الإطلاع هذا ذاكر لكم إياه خط سكك حديد محافظة الديوانية اللي هو بغداد بغداد بابل الديوانية المثنى ذيقار البصرة إنه هذا خط سكك حديد يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية من هذا الخط شنو؟ بغداد بابل الديوانية المثنى ذيقار البصرة هذه هو ما يخص طرق النقل والمواصلات عندنا الموارد المائية يقول لكم تعتمد المحافظة على نهر الفرات وتفرعاته إذن شن الشريان الحيوي للمحافظة اللي تعتمد عليها نهر هو نهر الفرات وتفرعاته إذن يقول لكم يعني نهر الفرات وتفرعاته الشريان الحيوي لمحافظة الديوانية نظرا لتعدد تفرعاته في المحافظة يمكن تقسيمه على الأقسام الآتية إذن هذني شنو ذاكر لكم يا تفرعات نهر الفرات عدنا شط الديوانية وهو أحد فروع شط الحلة شط الديوانية هو أحد فروع شط الحلة عدكم شط الشامية وهو أحد تفرعات شط الهندية بعد مدينة الكوفر شط الشامية هو أحد تفرعات شط الهندية بعد مدينة الكوفر أما شط الدغارة هو أحد تفرعات شط الحلة شط الدغارة هو أحد تفرعات شط الحلة عدنا الأخير شط الشنافية هو امتداد لشط الكوفر شط الكوفر اللي هو في محافظة النجف إذن شط الشنافية هو امتداد لشط الكوفة هذه ماما التفرعات تجيكم أما تعريف أو تجيك فراغات صح وخطأ إذا إجدتك فراغ مثلا يقول لك فراغ هو أحد تفرعات شط الحلة شنو هذا اللي هو أحد تفرعات شط الحلة؟ شط الدغارة أو يقول لك مثلا عرف شط الشنافية تقول له هو أحد الموارد المائية الموجودة في محافظة الديوانية وهو امتداد لشط الكوفة هذه إذا إجاك في صيغة تعريف أو يجيك مثلا شط الديوانية هو أحد فروع شط الحلة صح لو خطأ؟ صح هذه تحفظها تجيك بعدة صيغ كسؤال إذن هذه ما يخص الموارد المائية لمحافظة الديوانية ننتقل ها السمامة هنا نعدكم هاي الصورة موضح لكم إياها موجودة عدكم بالكتاب إنه هو هاي شط الديوانية عندنا النشاط الاقتصادي اللي ينقسم إلى الزراعة والصناعة عدكم تتمتع المحافظة بالعديد من المقومات الاقتصادية منها أول شيء رح ناخذ الزراعة يقول لكم تتميز المحافظة بتنوع المحاصيل الزراعية فيها عندنا المحاصيل الزراعية اللي هي محاصيل الحبوب كالرز والقمح والشعير المحاصيل الزراعية كالرز والقمح والشعير هذه هي ثلاث محاصيل اللي هي تصنف ضمن محاصيل الحبوب الرز والقمح والشعير أما المحاصيل الصناعية كالقطن وزهرة الشمس المحاصيل الصناعي نقصد به هي المحصول اللي يدخل في الصناعة مثلا القطن يدخل في الأنسجة القطنية عندنا زهرة الشمس يدخل في صناعة الزيوت هذه تسمى محاصيل صناعية اللي هي القطن وزهرة الشمس يقول لكم فضلا عن زراعة العديد من أشجار المخيل إذن نعيد المحاصيل الزراعية عندنا محاصيل زراعية كالحبوب اللي هي القمح والرز والشعير أما المحاصيل الصناعية اللي هي القطن وزهرة الشمس فضلا عن زراعة أشجار النقيل أما الصناعة يقول لكم تشتهر المحافظة بتوفر العديد من الصناعات من أهمها أو من ضمن هذه الصناعات الموجودة في محافظة الديوانية اللي هي الصناعة الغذائية والصناعة الغزل والنسيج والصناعات الإنشائية والكيميائية إذن الصناعات في محافظة الديوانية عندنا الصناعة الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وأيضا الصناعة الإنشائية والصناعة الكيميائية لهنا لما ما خلص درسنا لهذا اليوم قبل أن نختم الدرس أتمنى أنه تحضروا لي ورقة وقلم رح أمطيكم سؤالين تخص محافظة الديوانية أتمنى أنه تجاوبون عليها وإذا تقدرون تنزلوا ليها بالتعليقات حتى أشوفها السؤال الأول ما هو مناخ محافظة الديوانية؟ السؤال الثاني عدد أهم الموارد المائية الموجودة في محافظة الديوانية أتمنى أنه تجاوبوها هاي بعد ما تقرأ الدرس وتجاوبني على ذول السؤالين لأننا لم أخلص درسنا هذا اليوم نلتقيكم بدرس جديد لنكمل النبذة التاريخية لمحافظة الديوانية وإلى اللقاء